في ناس يا أخي بتعتبر أن العادات والتقاليد والفلكلور والحاجات دي شكليات كده زي إيه؟ زي مثلاً الطقم المذهب في البيت وأقول الطقم المذهب وحش أنا أحب المودة أنا أنا مزاجي في القيمة بص مزاجي كده عاداتنا يا أخي عاداتنا عارف يعني إيه عادات؟ يعني شوية ناس اتعودوا يعملوا شوية حاجات كده على ذوقهم حاجات مريحاهم ومزبطة الدنيا ما نمشيش عليها إحنا ليه بقى ما إحنا معنا الكتالوج أهو نجود ليه؟ أي نعم يعني الكتالوج ده ساعات بيلبسنا إحنا بقى في إيه؟ طول عمرنا بقى في فسيخ وبيض ومغات وطقم الجلي ورش الملح وحلقتك برجلاتك وطلاصم غريبة كده بس برضو حاجات جميلة الفسيخ مالوا الفسيخ السمك الجميل المملح اللي في أحيان كتير بيكون يعني مش بايز وبيقول عليه كلام فارغ معقولة طب هو يوم زي شم النسيم ده يبقى له معنى ولا طعم؟ من غير طعم وريحة الفسيخ الجميل المحير ده يا طرى سليم يا طرى بايز يا طرى مين هيعدي منه؟ يا طرى مين هيقع؟ السيمي فاينال هيبقى ما بين مين ومين النهاردة؟ مين هيصمد للنهاية ويواجه مين في النهائي؟ بالذات أن كل الناس دي غالبا فطروا في نفس اليوم بيد ملون بألوان غير مصرح بيها من أي وزارة في العالم شايف؟ بص الإصارة، المتعة، الحلاوة، بيد، فسيخ، محير، أعداد بيبة ولد، فرحة وأمل أخينا اللي مش عاجبوا العداد ده يقولك بقى إيه؟ أنا أشرب مغات ليه؟ وأنا اللي هردعه؟ وحش المغات، أنا ما أحبش المغات، لا طبعا ما يصحش، تشرب شارك الأم اللحظة الجميلة دي، افرح يا أخي، افرح لفرحنا يا أخي المعنى النبيل والعميق ده، إحنا صحيح مش هنردع بس على الأقل نشرب، بعدين ده مشروب جميل خليط كده ما بين الحلبة وأعشاب بالسمنة الجموسي الفاخر لونه جميل كده بني مخدر وبيتخن وسخن مولع ما بيبردش أبدا مالك، شرب، نروح للأفرح بقى يوم لذيذ، فرحة ولطافة، لازم نفرح، لازم نهيز يا أخي دي كمان فيها مشكلة؟ هتخنقونا؟ مش زفة يا جدع، ما نهيصش ونزعق، لازم، لازم نزعق ونخترق حجز الصوت علشان نحتفل، ولا إيه؟ ولا الأغاني الفلكلورية بقى اللي بيغنوها بقى في الأفرح وغيره وكل حاجة، الله عالجمان عند بيته أمو فاروق هاي هاي دي أول أغنية فرانكو قرب في تراثنا كله في تبادل ثقافي ما بين الشرق والغرب، الله عند بيته أمو فاروق هاي هاي، أمو فاروق واتساب، أه، وأم كامل بقى في بقى الأغنية العميقة مثلاً اللي بتقولك إيه؟ قولوا لأبوها إن كان جعان يتعشى، شايف الأدب؟ الرجل قاعد جعان مستنى إشارة البدء من الناس، فيه أدب أخلاق، فيه الأدب ده دلوقتي مفيش، مع أن ده فرح بنته وهو غريب ما يقوم يتعشى في أي وقت تفضل بالهنة والشفى، بيتك ومطرحك، خلاص يا جماعة؟ يلا أه قولوا، قولوا لأبوها إن كان جعان فكوه، فكوا الحاج يلا يا خليج يتعشى، قولوا له لأمو، إن كان جعان يتعشى طبعاً فيه بقى أول أغنية لوكيشن لمكان الأفراح؟ طرصنا يا ابني، من قبل الأبليكيشن بتاع بيقولك بكتير، وخراية جوجل والكلام الفارخ ده كله اللي هو إيه؟ يالي عالترعى حوض على المالح، ده علشان لو حد ما عنده جي بي اس مثلاً أو أي حاجة اللي هو دائري مقفول، كوبري اكتوبر وايف، خلاص إشتهى حوض على المالح، أوكيه؟ شفت، الجمال، الناس كانوا ماشيين معاك بيحركوك، بعد الفرح بقى والجواز والعيال، تيجي أغاني الأطفال الفلكلورية، واحد اتنين سارجي مارجي، طبعاً تنمية قدرات الأطفال اللغوية اللغة العربية اللغة الأم مع اللغة الهندية الجميلة في أغنية واحدة، سارجي مارجي، فالفلكلور بتاعنا بتاع زمان، مليان حاجات جميلة، واحد اتنين سارجي مارجي، إنت حكيم ولا تمرجي، طب بالزمة إيه الفرق؟ يعني مفيش جملة، أو مثلاً عالي عليوة يلي ضرب الزميرة، يلي ضربها حربي، نطت في قلبي، يا ساتر يا رب، إيه لا 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 دي دي بتحرض على العنف، دي لا مش حلوة دي، نرجع بقى نقول لي يال بتجيب العنف ده كله منين، وبتاع لا لا، طبعاً، إذا كان علي علي عليوة نفسه ضرب الزميرة حربي في قلب اسمه إيه التاني ده، منتظرين إيه يعني، وبعدين هي إيه الزميرة دي لأ مواغزة؟ في طبعاً لغنية الشهيرة بتاعت، يا حضرة العمدة، ابنك حميدة حدفني بالسفان دية، فاكر دي؟ كنا بن من اعتبارها أغنية أطفال لمجرد أنها كرتون، بس هي طبعاً هي لا تموت للأطفال بصلة، ما لهاش أي علاقة بالأطفال، بس كلها خيال وإبداع، فاكرها طبعاً، حدسة اليوستفان دي، ها؟ حدسة اليوستفان دي فاكرها مشهورة دي، ولا الفخامة بقى اللي في طرصنا، وخمات طرصنا، شوف بقى بص لما كانوا بيعوزوا فخاموا الخمات عندنا، شوف الخامة معايا كده، الدلع يا عريسي يا بولاسة نايلون، العتبة جزازك والسلم نايلو في نايلون، أو مث الدلع يا عريسي وعرصتك نايلون، دي بقى الخامة المفتخرة اللي في طرصنا، دي اللي كانوا بيستخدموها لما يعوزوا يصرفوا، كان على فكرة النايلون عندنا سوق ماشي جداً، هو المستورد كده، ولو إني كنت أفضل مثلاً إن اللاسة تبقى 50% نايلون 50% قطن، عشان العرق والالتهابات، يعني الدلع يا عريس يا بولاسة 50% قطن 50% نايلون، أو الدلع يا عريس يا بولاسة 30% لكرة 20% قطن و50% نايلون، يتبقى خامة لطيفة تستخدم، بس أنا بحترم الع والأغاني الفلكلورية على فكرة حلوة وجميلة وكل حاجة ومليانة معاني وزي السكر، بس إحنا بس نشير منها الزميرة، أوكي، ونقلل نسبة النايلو شوية، وتبقى زي الفولي، قال ضرب الزميرة، إيه الزميرة دي؟ الزميرة دي مش كلمة على فكرة، بعدين، إيه النايلو ده؟ نايلو؟